احكام سناه وآيا يالله تبصرنا في دنيا ودينا واجعل لنا في الضيق مخراج ورايا سفى وتغور الكلامات دفينا تستام بطان احكام سناه وآيا لا تهت في امرك مع السالكين وسطك كباب العرف عند النهاية رجع على درب السماح المبينة اهل الرجاح شرفوا في بداية تلقى بهم نعمة ثقة المعينة للحق طلبة وللعلم غاية سفى وتغور الكلامات دفينا تستام بطان احكام سناه وآيا يالله تبصرنا في دنيا ودينا واجعل لنا في الضيق مخراج ورايا سفى وتغور الكلامات دفينا تستام بطان احكام سناه وآيا 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 يالله تبصرنا في دنيا ودينا واجعل لنا في الضيق مخراج ورايا سفى وتغور الكلامات دفينا تستام بطان احكام سناه وآيا لا تهتفي امرك مع السالكينة وسطك باب العرف عند النهاية واجه على درب السماح المبينة اهل الرجاح شرفوا في عبدايا تلقى بهم نعمة ثقة المعينة للحق طلبة تستام بطان احكام سناه وآيا تستام بطان احكام سناه وآيا احياك الله يا دكتور الله يسلم مرحبا ومسهلا فرصة طيبة الله يطول عمرك واجعل اختاما طيب يا رب ما هي الجولة في بحر نظام مرافعات الشريعية طبعا هذه الجولة بعد بسم الله والصلاة والسلام على أسول الله وعلى آله وصحبه مولا فلقال يوم عن موضوع مهم اللي هو نظام مرافعات الشريعية نظام مرافعات الشريعية أن تتكلم عن موضوع قديم ليس في هذا الوقت كتبوا عنه الفقهاء الزمان الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية كتبوا في هذا الموضوع ولكن بشكل فقهي أما بشكل نظامي خلح نقول تقريبا من ألف في المملكة العربية السعودية من ألف وثلاثمية وسبعة واربعين بدأ تدوين نظام مرافعات الشريعية بدأ تدوين نظام مرافعات الشريعية على شكل مواد قصيرة قرابة العشين مادة سلامة على قرابة قرابة تقريبا عشين مادة ثم في ألف وثلاثمية وخمسين أيضا صدر نظام آخر ثم في ألف ثلاثمية وخمسين صدر نظام آخر إلى أن انتهى المطاف في ألف واربع مية وواحد وشرين صدر نظام مرافعات الشريعية ثم أخيرا في ألف واربع مية وكم بسم الله مية آخر نظام مرافعات الشريعية خمسة آخر أحسنت مية مية نقطة سأل الله يستعل يستعل علي خوي يدر والله مستعل يأخذ أبو مفرح سجل يكن تروم بلية ريال ألف واربع مية وخمسة ثلاثين صدر نظام المرافعات الشريعية بتوقيع مليكنا رحمه الله ملك عبد الله رحمه الله تعالى فهذا نظام مرافعات الشريعية ولا زال سهلي لنا هذا باختصار نظام مرافعات الشريعية كان بدايتها في ألف ثلاثمائة وسبعة وربعين ألف ثلاثمائة وسبعة وربعين توالت علي الأنظمة حتى أوصل إلى ألف واربع مية وخمسة ثلاثين يعني تقريبا أكثر من قرابة مية سنة ماشاء الله تبارك الله ناخر قرار عشر سنوات نعم هذا عندنا سؤال يا شباب منكم الآن نريد أن نعرف وش المقصود بالنظام مرافعات الشريعية وش المقصود بالمرافعات خالي نشوف الزهران حبدالله مرافعات الشريعية وش المقصود القضايا اللي فيها شراء الله القضايا اللي فيها شراء الله القضايا مايكيك أول شيء قضايا اللي فيها شراء الله أخصم علي استعال شغال ما علي خاصم تصدق يلا شغال خاصم ناصر ها شلسوا هذا قضايا اللي فيها اللي يدخل فيها يعني الشرع و اللي يدخل فيه ايش القضايا اللي يدخل فيها القضايا الشرعية القضايا الشرعية طريقة الترافع أمام محاكم الشريك يعني نفس كلامك عندها يحتاج درامدة أو لا؟ لا لا أنا أعطيت المايك والله ما يستعى الكل الخير هب لها مي لك ما عنده فلوس هو لا لا أنا أعطيت المايك يا بولي أنا ما عندي معي طيب صلاة عن المايك قولوا لا إله إلا الله برأسك يا شيخ لهم درجات اليد طرع لا لا أنا وياه محرومي أنا أعطيت المايك نعطيك 100 من حسابي مني تصرفه والله واضي شاول حاد ساك طيب حياك الله الله يبارك ما شاء الله عليك مترت شوارع رياض ما شاء الله ما شاء الله أنت يا دغش كنا يطلع مرسلامة يعني بره برنامج يا سلام ما شاء الله الله يحفوك إن شاء الله جعني والله أهدك كيف الحاد الله يسلم طيبين فرصة طيبة دغش بن سعيد مرحبا لكن ما في ميه الله يبقيك ما أودك منه منه هادي الآن بنعطيكم الحساب مصرفهم عندي لا الله يطول بعمرك هادي مئة مرة ما يحدى في اللي عندنا سلطان الصباهر علي العمري تركيب الشباب وتركيب المشبه حذر اللي عادل اللي راح حذر اللي عادل أبد مشارك الجميع بالنسبة الآن مرافعات المقصود بها طريقة الترافع في المحاكم الشرعية يعني خلنا نجيبها بالبلدي الحين واحد تبغى طالبه مثلا بمئة ألف ريال حل تمام وين هي المحكمة اللي تقدم عليها وين المحكمة اللي تقدم عليها وين سكن لازم تعرف وين سكن اللي الطالبة وين سكنها مثلا سكنها مثلا في الطايف ما تروح تقدم في الرياض لازم أكون قريبا عندي لازم تروح في الطايف تقدم عليه في الطايف برضه ايش المحكمة المختصة ما تروح تقدم في ديوان المظالم تقول لي أنه ظلم وين طالبة في فلوس لا تقول أروح أقدم عليه في العامة إذا هي شركة تختلف مبالغ هل يتجاء لي هل عامة هل عمالية أنا مثلا عامل أشتغل في شركة شركة ما صاحب العمل ما أعطاني راتب السلام لا أعطاني راتب وين أروح أقدم أحكمة عمال خوار بدأ حجي وين أروح أقدم الحين أنا عامل أشتغل في شركة صاحب العمل اللي يمديري الشركة ما أعطاني راتب وين أروح أقدم عليه شرط أي محكمة المحكمة اللي تكون مويودة شرطة محكمة القضائية لكن الآن عندك محكمة عمالية في محكمة عامة في تجارية من أشتغتار منها أنا عامل عامة العامة لا عمالية عامة عمالية وهو أنت عامة خلاص عمالية كم خرجتك القدرات ها صدقين رحمين أنا أتوقع عنك لا شكلك الأول من الأخير شوف لا ثقافة القانون هاي سلاح أنك نتتقى في نفسك في القانون لكن الله يزاها خير إن شاء لني ببد المكاني جاسي أعطيني إجابة كأنني أول مرة خلني أجلس هنا أسألني أي سواب أجاوب عليك أقول الله يرضى عليه عزالة شبك حبي يتكلم سلطان حبي يتكلم واي عبد مع عليك ننتقل للسؤال الآخر أي دكتور يقول ما هي حكرات النظام وتطبيقه ومنافع خلح نسأل الدوس هري إيش فوائد تطبيق نظام مرافعات أعطنا ثلاث ألو أعطنا ثلاث فوائد تطبيق نظام مرافعات رافعات نظام مرافعات الآن إذا عرفت كيف ترافع في المحكمة إيش الفائدة إنه ينظم بنظام أخذ القضية أعلمني أش تفيد من القضية تفيد من القضية كيف يعني أعطناها بطريقة أنا براميات أنا الآن أبغادور نقاط قصدك تختصر وقت أي حق تختصر وقت بدلا ما تروح تقدم هنا تنظيم مسار القضية يا سلام تنظيم مسار القضية وتضمن حقك سألاء تضمن حقك بقي الثالث ثلاث الوقت تنظيم مسار القضية واستفاد الاستفاد أحسنت استهل يا سلام مستهل 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 ناصر خمسين أحسن عبد جبل عندك جبل لدك خمسين تركم شباب استهل أحلم أول حلم لي زي ما قلت الخطوات هذه لابد أن الشخص أنه يكون عارفها لأنه كان عنده مرافعة أو زي كذا يعرف الطريق اللي يروح له يتوجهنا الحين الحين لو ما كان فيه نظام مرافعات خلعنا نختصرها لكم لو ما فيه نظام مرافعات يمكنك بتقدم تقول بقدم على هذا مثلا في الرياض وهو مثلا الطايف ولا مثلا منها لابها أو منها الشمال أو منها لأي مكان مثلا واحد خارج المملكة وين أقدم عليه هل أقدم عليه هنا ولا خارج المملكة واحد خارج المملكة هل يصبح يقدم على السعودي هنا في المملكة يعني هذا النظام اختصر عليك مشوار طويل طيب عندي سؤال يا شيخ تفضل زاد فضلك الحين يا طول عمر والسلامة في التواصل الاجتماعي مثلا إذا جاني مثلا سب من شخص مجهول ما عارف من هو هذا الشخص اللي يعني يسبني أو يتكلم عليه نعم أقدم عليه شكو كيف الطريقة تقدم عليه في مكاني قامت كنت مكاني قامتي إذا كان في العلم يعني مثلا خلح نقول برنامج إكس مثلا أو في العلم هذا تقدم عليه في الشرطة على الطول الشرطة في الشرطة جرائم معلوماتية لكن إذا أرسل لك واتساب يعني خاص بينك وبينك هذا تقدم في المحكة مباشرة في الجزائية مثلا جاك في الواتساب مثلا أو مثلا في السناب خاص خاص ما هو عام ما نشر أمام المتابعين أرسل لك خاص قال أنت يلي فيك ما يخطيك وانت نصاب وانت كذا وانت كذا وانت كذا وأعطاك أشياء ما هي موجودة فيك حل من السب والشتم وغير هنا تقدم عليه في الجزائية طيب كم يبي له ينسحب ينتل يعني بذنها انت لازم يعني زي برنامج زي برنامج زي برنامج تصور التغريدة حلو وتصور الرابط أو تجيب الرابط حق التغريدة لأنهم يجيبون الرابط حتى لوحدة حتى لوحدة يجي صح نفس الرابط يجيبون يجيبون اللي حذفة نسأل عند البحث الجناء يجيبون ولا يعفي من المسؤولية يعني خلاص شخصي واضح أن أحد غسله عفي عنا عفي عنا واضح يومنا نجم على طول واضح نمصور الشاشة عليك وما بقيت شي طيب هل أقدر أطالب مثلا انسجن هذا الشخص سلام يا الدنيا مثلا هذا الشخص طبعا جراهيم العيماتية في حق عام وفي حق خاص حق عام للدولة لأنك بهذه الطريقة ما يجوز لك أنك تفعل هذا الشي قدام الناس حل أنك يعني مفروض أنك تحترم أنت الآن إذا سبيت هذا أمام الناس حل بكرة بتسيب واحد ثاني أمام الناس صح صح هذه جراهيم العيماتية الدولة لا حق عام وتطالب تعزيره هذا حق للدولة ما هو لك أنت والحق الخاص وإذا أنتهت أيضا تقدم أنت حق خاص لك أنت تطالب مبلغ مالي ولا تطالب تعزيره ولا تطالب لكن الآن إذا حكموا عليه تعزير ما تطالب أنت برضه تعزير تطالب تعويض مالي يا سلام مثلا مبلغ مال ولا بأس أنك توزع بس نبأ يعني الربي أقعد في السجن بأي أنك رتحت يوم قال مبلغ مالي لا المالي عادي أهم شيء يترب في السجن يأخذ العلزات نحن بأسارح عندك أبغى مبلغ المالي عبد وكرناهم عليكم ضبط الموح الله يسرح إن شاء الله عزكة أبو عبد محمد طبعا عندنا سؤال يا الرب عند منكم عنده سؤال أنا خلاص ننتقل الموضوع الثاني يقول مواضيع إجمال التي أرج عليها النظام ما هي طبعا النظام تكلمون شيء عن أحكام عامة وزي ما قلت صدر في عام 1435 تمام وتكلم النظام عن أحكام عامة تتكلم عن الترافع وآداب الترافع وغير ذلك ثم دخل في طريقة رفع الدعوة كيف ترفع الدعوة حل وصحيفة الدعوة وش تشتمل عليه لازم تذكر بياراتك كاملة وتذكر الصحيفة كاملة وتحررها كاملة دعواك وأيضا تذكر المدة عليه ما هو تذكر بس أنا أطالب مثلا مصعب وش تبغى بي أنا أطالب بيثال خير بيثال في يوم كذا وتاريخ كذا يقترض مني مثلا مبلغ كذا وهل كانت حوالة هل كانت كاش هل كانت كذا تذكر تفصل كامل الحدث كامل ثم تذكر مستنادات وش مستناداتك تقول ان عندي حوالة من انا حولت له وهذه الحوالة موجودة مثلا تقول عندي شهود في شهود اني اني اقرب تهلم فلا بد تكون الصعيفة كاملة طيب الان في مسألة اللي هي تحرير الدعوة خالح نكلم نشوف الزهران الآن خالح نجي مثال نعطيك مثال على تحرير الدعوة الشيخ يقول هو على القاضي ان يسأل مدعي عما هو لازم لتحرير الدعوة هذا مكتوب المادة الآن انت طالب دغش خمسة مليون ريال انت الآن روحت المحكمة العامة كويس القاضية امامك يلا تكلم قولي يا شيخ هذا الرجل لكن لازم تحرير تحرير كامل واخد مني انت الآن انت قلطت خمسة مليون كويس وما رجعه لك يلا اباك تتكلم كلام كامل دعوة كاملة انت الآن عند القاضي هذا القاضي انا مش دعواك يا عبد الله عرفي صوتك اه 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 طوان يا قاضي انا انا اتاني هذا الرجل الماكر امامك مايك ايو طافي اتاني 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 لا لا شرار 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 طافي 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 اتاني الان يا قاضي اه هذا الماثل امامك دغش بن سعيد الحارثي لا بدون لا 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 خلاص اه اتاني في اه اليوم الاثنين عام 1442 اه في شهر عشرة عيرت صحيخ دقيقة اعترف احرد دعو في شهر عشرة وطلب اقتراض مبلغ مني بقي اه قدره خمسة مليون ريال اه اه في اه على اساس ان اه اباس سألك انت الان هو جاء عندك بصفة كيش عندك فلوس تاجر ولا لقيك لا بصفتي تاجر كنت تاجر وقتها نعم كنت كنت تاجر وطلبني اه اقلاظة مبلغ خمسة مليون ريال ايوا ورجعها في مدة سنة والان له ثلاث سنوات طيب وش سويت انت عطيتك هاش ولا حوالة اه اعطيتك حوالة حوالة اي ومصور عندي حتى الحوالة 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 طيب هذي دعواك انا اعترض يا شيخ طيب يلا جاوب اه الاعتراض طال عمرك ان ما فيها ما يقدر يحول لي خمسة مليون راح البنك وحول لك ما يسمح يا شيخ بس تظنين سبعي صح طيب انا اسأل جاك خمسة مليون اه جاك خمسة مليون منه لا غير صحيح يقول عنده حوالة ترى حوالة ايه اثبت ذلك عندي شاهد بعد ما فيه النظام والله يا شيخ ايه حوالة حوالة يا شيخ لو سمحت لو سمحت هذا انا موكل بالجلد يا شيخ سوالك بما اني وكين المدعي صديقي عبدالله زهراني لقد كنت معه في ذلك اليوم يوم الاثنين خمسة عشر اثنين ألف أربعمائة واثنين واربعين انا والاخ ناصر قماش تاكين في البوليفارد وات الرجل دغش بن سعيد الحارثي بعد صلاة المغرب الساعة السادسة ونص وهو كان لابس الثوب الأبيض ويرتدي العمامة السوداء ويوجد مقطع لذلك ومقطع مصور بمخاطبته لعبدالله وهو يطلب منه اقتراض هذا المبلغ وموجود هذا المبلغ وموجود صورة برقم الحوالي انت شفت ايوم حول موجود المقطع فيديو ولا قال حول لي انا اللي محول من حساب عبدالله شيخ انت؟ نعم كيف يا شيخ يحول حوالي على الطول يعني حبر البنك ما يقدر حول لي خمسة مليون فانا اوكل المحامي حكي هذا يا شيخ هذا كلامه غير صحيح وهو يقول للباظر انا وياك كنا بالرى سعودية بهذا اليوم يا صلاة المدة شهر قبل يعني جلسنا ذي المدة خلت ثلاثة شهر هو يتكلم ذي المدة وانا قبلها وبعدها كلها بالرى سعودية ولدينا الثباتات في هذا المرة ولدينا الثباتات يعني بتجيب الثبات من الجوازات انك خارج السعودية نعم 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 يا صلاة يا صلاة خلاص حمل خاطب البنك نتأكد انت حولت له ولا لا المقطع موجود عندك يا شيخ سعيد ارفقناه بوجود الشخص طب يمكن بتشوب كيف حوالة عبر الجواز بتشوب اذا في مقطعات انا بنسأل في حوالة نسأل بنك في حوالة خمسة مليون عميل ذهبي يا شيخ اه وفي اي بي شيك ما في حوالة خمسة مليون شيك حر لشيك ايه طيب كويس خلاص هل حول لخمسة مليون ولا لا نعم طيب طيب الآن نبغىكم تمثلون تمثيل حل الاختصاص المكاني اختصاص؟ المكاني ايضا ساكن وين في الخبر خلاص نبغى مالك قدمت عليه في الرياض هذا ساكن في الرياض هذا ساكن مصعد في الرياض طيب انت قدمت غلطت قدمت في الرياض ما مفهم وشو نسويها طيب انت قدم الدعوة طيب انت قدم الدعوة قل انا ادي على هذا مثلا انها اخذ مني المحل وما اسلم ها باكت السلمة لانا ما ادب على الاجار قوله انا بالرياض ايه في الرياض ايه في الرياض ايه في الرياض ايه في الرياض بعد احطرت مني الخرود ورفض ورفض ايه طيب ايه في الرياض ايه في الرياض ايه في الرياض ايه في الرياض فالعزيزية ساكن الرجال انا شفتك خلاص قدمنا العلوع الوطني بتاريخ الله الدعوة وجدناه بالفعل من سكان الخبر خلاص دعواك تلغى تصرف النظر روح قدمها في الخبر طيب اشيك انا عندي سؤال انا كنت يطول عمر والسلامة في حد الوظائف في حد الشركات نعم وخذيت الى نهاية الوظيفة هادي واخر خمسة عشر يوم غياء وجاني فصل من الشركة هادي ليه حقوق مالية عندهم ما وفرها لي او ما اعطونيها الى حد الان اذا فصلت واندروك قبل ايه جاني اندار ايه جاني اندار فالاصل نهاية الخدمة مالك نهاية الخدمة مالك نهاية الخدمة ومن ناحية تأمين مالك شي هلا فصل لي لانك فصلت في واحد جاني يالله يصلق عليه قال لا تقدم استقاله يو والله دا لا تقدم استقاله خلي يجيك فصل عشان يجي لك حقوق لا لا مالك حقوق مالك نهاية خدمة مالك نهاية خدمة ومالك يعني هذا الرجل اللي جاني قال ميدي لا تقدم استقاله افصل افضل يعني كده يمكننا موظف الشركة يعني ساقة علي هزبي الله عندنا جوجل عندنا انترنت تقدر تقرأ في النظام يا اخي جاء يا اخي وجهه بري انت خذيت دورتين هنا في انظام العمل يا اخي انا ما كنت معكم انا طلعت تبدلي مع سعد القحطاني سوالك دورة على انظام العمل صح صدقت بس النجا هو جنبي ثم خذاني باسلوب طلب لي قهوة ثم سايسني باسلوب يعني مدري كيف هو قايل وعطاني عطاني لان فكك صوامي لي ايه خلها افصل يوم ما افقت لها على الشي دا عني والله الحين اني منك ما انديني يقدم اعتراض ما اندك نروح اوديك له هابا تجرب صادق ابو فمين يوم قال اننا سبايك ذهبية انت يمكن تتكلم عن الناس انت تتكلم عن الناس بالنسبة للصباح صح ثم ايه ايه الصباح نبال اسألك ايش اختصاصات المحكمة العامة اسمع اجعل انك اكبر سبيك خلق تاخدلك ميتين بيالله شوف اللي هي القضاء اللي اذا صارت يعني زي ما قال اللي سويت قبل شوية المحكمة السورية اللي بين عبدالله ودغش اللي في احد مثلا حق يبياخذه اللي هي قضاء المالية مالية ايه كذلك الحين هذا يش يسمونه هذا اللي حين فيه اه اذا مثلا ارض محوطة وما داخلها ويش يسمونه هذا ملكية خاصة ايه لكن اسمه هيش سكن خاص اسمه عقار صح اه ايه ايه صح اسمه عقار واللي هو المالية ذي المور والداء ولا اذا في حادثة وشي يسمونه ايه اه قضايا مورية ايه صح قضايا مورية طيب والجنائية وغير الجنائية الجنائية ايه هذا الجنائية صح قد شرطه ايه 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 اذا قضايا العامة هي ايه الخارج اختصاص ديوا مظالم وقضايا الاحوال الشخصية اللي غير الاختصاصات الاخرى اذا يحصل على 200 الله لا امين شكرا الله والله بالعافية 100 الآن بقى علي نعطيه 200 200 ها انا انا 200 يا شيخ 200 200 عالي دعني لا علي بنسألي اذا جاوب دعني جاوب ما يخنا انا انا بوام 200 اطالبكم 200 يا شيخ انا اروه على قضيه مرني بصراف مش تسلم الحينا علي الشخصاص محاكم اللحوال الشخصية قلناها قبلي ايه اللحوال الشخصية ايه واضح أحوال شخصية أحوال شخصية يعني ما اسم معلومات الخاصة أو البيانات الخاصة الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية نسيتها يا شيخ الورث الورث حنقولنا الأحوال الشخصية أي شي يتعلق بيش بالأسرة من؟ من أب أول شي يبدأ إيش؟ من الأسرة أنت تبدأ الحياة الزوجية بيش؟ زواج اللي هو إيش؟ إيوه عقد نكاح، اللي هو الزواج ثم النافقات ثم المواليد إيش المواليد؟ إضافتهم يعني إضافة طيب ما أقصي لحوال مدنية أبغال الحوال الشخصية حوال الشخصية أيضان الطلاق طلاق المكاح التركات التركات النوقاف أي نعم كلها وش غيره؟ الراجعة والخلق يلا بقي واحدة إذا جيبتها خليج 200 أيوه؟ هي نفسها صح؟ جيب واحدة خليك تفوز والله يستهل يا شيخ لا لا بقي واحدة خليه يجيب الترك التركة أيوه؟ طب قوله استعى الميتك استعى الميتك استعى الميتك الميتك 200 هو خضى 100 من أول وفيه الدوسري اسم هايش؟ الدوسري 100 أيوه؟ صحيح إلا في بعض القضايا الجزائية يجيبون السجناء في المحكمة من أجل أنه يدافع عن نفسه ويدافع عن حقه ويكون قريب من قاضي ويشوف هل فيه كراه هل ما فيه كراه فتكون في المحكمة الجزائية لكن الآن ولا الحمد القضايا كلها عن بعد القضايا عن بعد وأنت في بيتك ولا في مكتمك تحضر الجلسة وجنبك الشاهي وتحمد الله وتشكره وتقول دعواك بكل يسره سهولة وكذلك الثاني يجاوب بكل يسره سهولة فالآن الحمد لله تطور قضايا كثيرا وأصبح حتى اللي يبغى يتزوج أصبح الآن عن طريق توثيق الزواج كل شيء أكثر أكثر الخدمات اليوم سوينا إفراغ عقار الواحد من اللي وكلونا أكثروني من البيت اللي هي الكتابة العدل الافتراضية فالحمد لله الآن طورت الأمور وأصبح كل شيء ووزارة العدل لله الحمد حصلت على تقييم عالي في التكنية سلام والمقصود أن ترجمة نانسي قنقر والأسراء والأيتام والأرامل والمساكين ومن الذي بدأ بالوقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله اسم إلى الآن لا زال وقفه مستمر إلى الآن في ميزان الحسنات ألا تريد أن تفتح لك صحف الحسنات ويبقى عجلك مستمرا في حياتك وبعد موتك تريد تبر والديك برا عظيما أوقف لوالديك أوقف لأسرته ولهذا سوف تجد أثر هذا الوقت سيادة في الأجر سيادة في الإذن سعى في الصدر رحمة من أرحم الراحمين يوم تفريج القربات يوم العرض الأكبر يفتح الله خبثك لأن تفرجت عن مريض ويتيم ومكروب وأرملة ومسكين ومحتاج الله يفتح عنه فأسأل الله أن كل من ساهم وتبرع بهذه الأرض التي تنتظر كما ترون دعمكم وسخاءكم وبذلكم أن يكون في نجال حسنات وما يفتضبر منه ومنكم وصلوا عن نبي عليه الصلاة أفخر الطيب سعر وجودة مرشات أفخر للملابس ومثبت للبخور والعطور دهن براشين بيور صافي تايقر للمناسبات دهن تراد بيور صافي مسك أفخر المميز للجسم رقائق فتنام طبيعي وغيرها من المنتجات المميزة تجدونها في متجر أفخر الطيب وللحصول على خصم إضافي استخدم كود بيدي ون شركة حذاقة للمحامة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية ومتخصصون في قضايا التحكيم أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع الدكتور سعيد الشهراني مدير شركة حذاقة القانونية للمحامة شكرا لك يا دكتور افدتنا ونعرف عليكم والمحامة لأضفتها إلينا والله عزاكم خير أجعل الله في موازن حسناتك فرصة طيبة والله يرحم موازنك الله يجعل عماله يدخل علينا وحنا في أتم الصحة وعافية رب يا رب اعلم وإياكم ومشاهدين الكرام عزاكم ونعرف عليكم الله عزاكم وخير موفقين إن شاء الله محبو الله وعلا شكرا لك شرك أقبول كل شيء الله عزاكم خير ألا ما بفكر برقد في الله موفقين إن شاء الله بساك موافقين الله تساك خير شاب خير موفقين إن شاء الله موفقين إن شاء الله لا تهتفي أمرك مع السالكين وسطك كباب العرف عند النهاية وجه على درب السماح المبينة أهل الرجاح شرفوا في بدايا تلقى بهم نعمة ثقة المعينة للحق طلب وإلى العلم غاية سبارة أغوار الكلام الدفنة تستم بطان أحكام سنة وآية يالله تبصرنا في دنيا ودينا واجعل لنا في ضيق مخراج ورايا سبارة أغوار الكلام الدفنة تستم بطان أحكام سنة وآية تستم بطان أحكام سنة وآية تستم بطان أحكام سنة وآية يالله تبصرنا في دنيا ودينا واجعل لنا في ضيق مخراج ورايا سبارة أغوار الكلام تستم بطان أحكام سنة وآية تستم بطان أحكام سنة وآية أهل الرجاح شرفوا في بداية تلقى بهم نعمة ثقة المعينة للحق طلبة و للعلم غاية سبارة أغوار الكلام الدفنة تستنبطان أحكام سنة هو آية يالله الآن نباك تروح تقفى شانطتي بس بس ما نبا الحين تمثيل أنت بتساعدني طي بس ما عندك وش راح تاخد دوري وش تمثيل عشان أخذ دور طي بالتمثيل يا طلع عمر السلامة بنتكلم عن مثلا الشخص اللي مثلا أنا قل قل اني أنا حرام حسنا؟ انا الشايب او انت الشايب خلنا نكون سياح كان لنا سياح وبدولة اثنابية وندخل حين كده و اووو يعني كده نتكلم لا لا الواجد في واحدة هفضة مثلا انت انا عالحين انت شايب كبير في السن انا ولدك جيت يطلع مرسام و شفتك تعبون أنت يعني حالتك وصحتك يعني من الدهورة أجي أنا أقول هايوبا كيفك وش حالك كيف أمورك طيب تقول أنت والله على أحسن حال والله أنا أبوك إني تعبان وحالتي حالة وكذا ومن ذلك كلام أوكي تقول أنا يعني تعبان وحالتي حالة وكذا تجي أنا أقفي منك أطلع وأجي ألني أبقى أتبرع أبقى 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 ثم نسمع كشفت أخطة يعني أنا نأخذ الدور حول أبقى بس نشوف يعني تمثيلنا إيش دورك بالضبط؟ أنا يعني رح أبقى أصل لنقطة معينة إيش دورك؟ دوري الولد البار أنت الشائب العود هو وأنا ولدك البار أنت يا طلع عمر السلامة الولد اللي مثلا عاصي إجادة مثلا ندعه عليك ماذا هايز أزف تميعت تمثيليات يحطوني عاصي لا 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 ماذا مثلا 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 وروحتي اعطي لعمرو السلامة ويعني اشترا عني انا ورحتي وحصلك مثلا الطاحة ولا شي اوسكتها قلبية ومت اخذ الدور ده اتقنا اتقان نبغى تمزيل يعني جبه انا بقى يلا انت العود انستحل فيذا خلنا فيذا لا انستحل انت هنا 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 انستحل هنا اليو طيب ده الحين انا مش سويك انت روح اذا روح ايه روح ايه روح ايه روح المهيلا عند اخويك كأنك جالس مع أخوياك كده أنت متك في الاستراح أنت متك في الاستراح أخذي شيء و ألبسيها يبشت في شيء هنا أنا والله العظيم أن أود لي لو بس في إيرسمو لي بس إلا غلط أنني ألبتش معك على بوستي روالي لا أفعل أسمع بعدين أسمع إذا مثلاً إذا مثلاً إذا أتكت لك أعلانياتك إذا أتكت لك أنت الحين حالتك متردية يلا يلا وان تو ثري أكشن يا عود تقاوى يلا 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 وان تو ثري أكشن السلام عليكم خلى خلى عنك يبو خلى السلام الله يطول بعمرك يخليك وين هو حاتم وين هو مصعب ما جاء قهواك وين هو مصعب صحة 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 جعلك ما ترى باس صب لي وين هو مصعب أني قايل له صب لي صب لي قايل له مصعب خلك عند بوي وقعد وخلك معه ووقف معه الله يسامح الله يسامح لا 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 فكاء يا أيوبة أركض نافذة خشمك أنظني ما أخذت علاجاتك دقيقة بكلك العلاج هك 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 الحجوم كل كل قلت لها يقعد مع أبوي ما غير في ذلك الاستراحات في ذلك الاستراحات ضايح جاي يمسك ما هذا بالحين ما هذا بالحين ما هذا بالحين مصعب في ذلك الاستراحات ضايع دوّج اشرب اشرب طيب يا أيوبة أنا أستأذنك أسأل الله إن الله يمدك بالصحة والعافية وإن الله يجعلك ما ترباس عليك بالدعاء وقرب أذكارك أنت شقالولك المستشفى اليوم؟ ما أنت بخير؟ وشقالولك المستشفى؟ طول بعنضك لكن يوم هم يتكلمون عن القلب والقصدرة خلاص خلاص بروح 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 واجي ما لله ترين والله هنا يا شباب جمعية عروة الخيرية وقف الرحمة خلنا نتبرع على نية الوالد أسأل الله إن الله يعافيه ومده بالصحة والعافية إله إلا الله ومصعب رايح ما أدري وين هو غادي عنا لله وإن الله إذا رجعه مئة ريال خلها لوجه الله أسأل الله إن الله يعافيه ومده بالصحة والعافية ها يوبا جايبن علاجاتك الله حايا كيف العزان صوتي كيفة؟ أيها فضل يا ولدي لا بالله زين العلاجات يعني ما عدت بماكلها ها الله يجعك زانت صحتك تحسنت الحمد لله هذا من فضل الله وبدت لقيتك تشوفني ها ايه والله وش الله تبارك الله الحمد لله علاجي ذات دكتور كويس ولا عد بهنفر ولا في سلوة لا 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 أبعلمك أبعلمك وش أنا سويت وش هي الخبية اللي بيني وبين الله اني تصدقت على نيتك فالله فرج كربتك وعافاك بما ابتلاك الحمد لله وينه مصعب 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 فينا طول بعمرك جعني في داك يا ابوه الحمد لله الحمد لله بروح اجيب مصعب وبجي الضايع ولا تجي عليه بروح له في الاستراحة في الاستراحة الضايع بيجيني ولا يسلم علي حيل الله هاقوى بس اني عبا اروح لو بقى ادب قهدك شفو 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 السلام عليكم أمك السلام و الرحمة كيف الحال؟ الحمد الله طيب كيف امورك طيبين بشرني عنك الحمد الله يا ولد ما غيري في ذا الاستراحات وابوي اقول مادك ابوي اقول مادك خلك مع ابوي وقعد مع الوالد وعطه علاجاته وخلك معه فتروح تدلي وتقبل شكرا صيدك شكرا صيدك استعمل كود بيديوان واحصل على خصم اضافي عند شرائك من متاجر شركاء برنامج رسيدك موسيقى موسيقى توصيل مجاني لطلبك الأول من مرسول استخدم كود بي دي ون موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة